ويها والفراليس والحالين ويها والشالة ويها النيها يستعد الأردنيون لمشاركة العائلة الهاشمية أفراحهم بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وسط أجواء عبر عنها الأردنيون باحتفالات في عموم الأردن شهر الفرح كما يطلق عليه شهد مناسبات سعيدة واستعدادات للزفاف الملكي بمشاركة الأردنيين زفاف سمو الأمير ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله هو يشكل الأردنيين والأجيال الجديدة لأول مرة مشاركة فاعلة بعرس ملكي إحنا كنا تاريخيا الجيل كله هذا ما شهد عرس ملكي حقيقة على مستوى ولاية العهد لذلك الأردنيين من أكثر من شهرهم يستعدوا لهذه المناسبة الوطنية التي عادة المناسبات الوطنية في الأردن تتحول إلى مهرجانات وطنية كبيرة ويعتبرها المحللون هي تقريبا استفتاء على شرعية القيادة في الأردن تفاعل في كافة المحافظات الأردنية فرحا بزفاف ولي العهد هكذا يعبر الأردنيون عن سعادتهم باقتراب موعد عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله أجواء رسمت البهجة على ملامح ونشاطات المواطنين ومباركات انتشرت في شوارع البلاد إذانا بالحدث الأهم هذا العام أنا شايف شارع الأردني كله مبسوط والناس مبسوطة حتى يعني دين الشدة صارت الشتي والله يجعله ألف وبروك وإن شاء الله يتممها خير وأكيد يعني الناس كلها مبسوطة بانبساط سيدنا هذه فرحة طبعا يعني هي للجميع نحن ما بنعتبرها فرحة الأردن نعتبرها فرحة العرب بشكل عام وإن شاء الله ربنا يوفقه وإن شاء الله يكون القادم أفضل إله بإذن الله يكون دربه ميسر وإن شاء الله ومثل ما يقول أحمل العاق إن شاء الله تكون دربة خضرة وكل الدنيا مبسوطة بصراحة وكل الناس هتحتفال وهتنبسط بهذا الأشي فزواج سعيد والله يتمم له على خير يا رب الأول من يونيو تتسلط الأضواء على مدينة عمان ويتابع العالم بسعادة حفل الزفاف الملكي بمشاركة المواطنين وأبرز الشخصيات العربية والعالمية من داخل قصر زهران ينطلق الزفاف الملكي نفرح بالحسين عنوان لبهجة دخلت قلوب وبيوت الأردنيين ومناسبة ملكية حارصت على مشاركة أبناء الوطن فرحة الهاشميين من عمان آية السيد هنا القاهرة عاصمة الخبر